ايه رأيك في كاميرا 7D وعايز عدسة لتصوير كابلز ايه رأيك في F4 عدسة 700F4 ايه رأيك في كاميرا كانون ولا نيكون اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناة HTM Photography فيديو النهاردة يا جماعة للمبتدئين وهرد على اسئلتكم اللي بتدور جواكم من غير لف ولا دوران مش بس على الاسئلة دي لا اسئلة تانية اكتر وتعمق اكتر في اسئلة بتدور في بال المبتدئ اللي لسه مشتراش كاميرا او اشترى كاميرا ومش عجبان انت كمصور ايه اللي شدك للتصوير اللي شدك للتصوير انك انت بتدور على صورة شفتها وعايز تعمل زيها كانت الصورة دي مثلا شرب جدا عزل خرافي وعايز تعمل زيها لو انت ميولك للفيديو عايز تصور فيديو سينمائي زي اللي بتشوفه مثلا او حد تصور فيديو بكاميرا احترافية وعايز تطلع زيه مظبوط فعندك تساؤلات كتير ايه نوع الكاميرا ايه نوع العدسة انا ناس كمصور ميولي راحة للفيديو ولا ميولي راحة للصور ومفيش حاجة اسمها كاميرا رخيصة جدا تديك نتائج روعة جدا ده مش موجود مش موجود فعلشان ما حدش يتحك عليك او حد يتحك عليك انا هتديك لك جايدلاين او خط تمشي عليه هو ده اللي هيوصلك او هيوصلك للي انت عايزه اوكي اللي انت عايزه اللي هو انا هتكلم بدماغ مصور مبتدئ تمام طيب حلينا نقسم الموضوع فيديو وصور بلاش الخلطة فيديو وصور في كاميرات من الرخيصة نوعا ما رخيصة مش الرخيصة قوي تنفع للصور والفيديو لكن غالبية الكاميرات اللي بتنفع للصور والفيديو هي كاميرات الليفل بتاعها عالي وده مش موضوع الفيديو بتاعنا خالص ان احنا نتكلم في الليفل العالي ده احنا عايزين نتكلم في الحاجة اللي تقدروا تشتروها كمبتدئين انا كنت عامل فيديو اشتري كروب فريم ولا فول فريم كمبتدئ فطبعا كان ردي انك تشتري طبعا الفول فريم وكان عندي اسباب الواضحة القوية اللي رديت بيها على الانتقادات اللي جت على الفيديو ده انتقادات كتير مالها الكروب فريم لا مالها هقولك مالها الكروب فريم يا جماعة اسمها شبه احترافية الناس في السوق بيسموها كاميرات شبه احترافية انا هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو ده في حرف الاي هيطلع فوق وهسيبه في صندوق الوصف اللي عايز يراجع الفيديو ده انا مش هتكلم النهاردة تشتري كروب فريم ولا فول فريم انا كان ردي اشتري فول فريم ليه سهردد دلوقتي او هقول سبب من الاسباب وهو انك انت كمبتدئ ليه ادي لك كاميرا تعذبك ويتطلع عينك في التصوير يعني ايه الكلام ده غالبية الكاميرات اللي هي البروفيشنال او الاحترافية فيها بكرة للشطر منفصلة عن بكرة فتحة العدسة مع المقابل في الكروب فريم هي بكرة واحدة بتعمل الوظفتين بس عشان تعمل شفت ما بين الوظيفة والتانية لازم تدخل في الاعدادات او في الشاشة وتدوس على حرف او جزء بتاع فتحة العدسة علشان البكرة تتحول لفتحة عدسة او ترجع تدوس على الخاصية بتاعت الشطر عشان البكرة تتحول للشطر او انه ما ينفعش من البكرة لازم من الشاشة تدوس على فتحة العدسة وتغير فتحة العدسة او تدوس على الشطر وتغير الشطر يعني انت لو بتصور في السيشل عشان تزبط اعداداتك محتاج لك ربع ساعة تزبط اعدادات وغير كده كمان الاي اس او في الفول فريم له زرار في البادي بتاع الكاميرا نفسه يعني انت وانت بتصور وعينك في الفيو فايندر صباح على الشطر وصباح على الفتحة العدسة وعارف مكان الزرار بتاع الاي اس او اللي هتغيره في ثانية واحدة كمان نضيف على كده انه تحريك نقطة الفوكس في الكروب فريم مستحيل الا عن طريق التوتش سكرين الا في بعض الكاميرات القليلة جدا زي الكاميرا كروب فريم من كانون التسعين دي فيها جويستيك زي الكاميرات الاحترافية بالزبط لان الكاميرا الاحترافية فيها جويستيك خاص بتحريك نقطة الفوكس عايز تجيب الفوكس فوق تحت يمين شمال بالجويستيك فده كان السبب اللي انا بقول اشتري فول فريم ما تشتريش كروب فريم في سبب تاني بقى اللي هو خاص بالعدسات لان البعد البقري على الكروب فريم مختلف تماما عن الفول فريم باختصار لو عدسة 50 ملي حطيتها على كاميرا الكروب فريم هتدي لك بعد حاجة وتمانين تلاتة وتمانين تهريمة لانه في حاجة اسمها معامل قطع او كروب فاكتور كروب فاكتور في الكانون هو 1.6 وفي النيكن والسوني 1.5 يعني لو عدست عدستك 50 هتحطها على كروب اضرب 50 في 1.6 هيدي لك البعد البقري الحقيقي اللي هيطلع معاك بالكاميرا الكروب فريم يعني يا حبيبي لو بتصور فيه قوضة 4 في 5 او ستوديو صغير جدا وهتصور موديل فول بادي بالعدسة الخمسين على الكروب مش هيجي معاك الفول بادي لكن على الفول فريم هيجي معاك الفول بادي لو رحت انت بعدت وجبت خلاص اخر حاجة عندك في القوضة واخدت الصورة بالكاميرتين واحدة هتيجي فول بادي والتانية هتيجي مثلا تلاتة اربع نص ده اللي انا كنت بقول ليه متاخدش كروب فريم تمام غير كده بقى انه في تصوير الفيديو في اللو لايت الكروب فريم بزايا الفول فريم تخيل انت حجم سنسور كبير فمدخل اضاءة كتير ولا حجم سنسور صغير الاضاءة اللي داخلها صغيرة قليلة ففي اللو لايت الفول فريم بتدي لك شغل في الفيديو روعة روعة عن الكروب فريم اوكي طب تعالوا بقى نشوف الكاميرات او نتكلم عن الكاميرات ايه اللي تشتري انت دلوقتي رايح تشتري كاميرا عايص صور بها فيديو خليك فيه الكانون لانه الكانون زي ما فيه DSLR فيه ميرورلس DSLR وميرورلس خليك فيه DSLR ارخص عايز تاخد حاجة اعلى روح للميرورلس الميرورلس فئات فيه من الحاجات الصغيرة الرخيصة لغاية الحاجات الغالية في كل الكاميرات كده طيب في DSLR 2000D X مش هتنفعك لا في فيديو ولا في صور 4000D X ولا في فيديو ولا في صور اولا الشاشة ثابتة ما بتتحركش انت لو هتصور فيديو هتحتاج شاشة متحركة افرض بتصور نفسك فيديو على اليوتيوب هتشوف نفسك ازاي لو حطت الكاميرا على جامبل وعايز تاخد زاوية من فوق والجامبل هتمايله لتحت هتشوف ازاي اللي هتصوره مش هتعرف تشوفه افضل اختيار في DSLR هي الكانون 250D ده افضل اختيار كروب فريم طب ايه افضل اختيار DSLR فول فريم 6D 6D كاميرا ممتازة فول فريم اه ما بتصورش 4K وده مش مشكلة بتصور 1080 مش كل الاجهزة بتعرض 4K انت دلوقتي لو بتتفرج على الفيديو ده على اليوتيوب على التليفون على لابتوب اول ما بتعرض لك الفيديو ده بتعرض لك ازاي حتى مش 1080 740 ولا 720 انت لو عايز تتفرج عليه 4K بتروح على الستينج وتختار اعلى جودة اللي هي 4K عشان تتفرج على الفيديو ده 4K مع ان الفيديو ده متصور 4K بس كل الناس بتتفرج عليه يا 1080 يا 740 ولا 720 اقل كواليتي فهتلاقي الصورة كده منغباشها شوية في الاول وبعدين يبدأ يزبط معاك ويخرف تاني لكن لو دخلت على اليوتيوب على الستينج وحولت الكواليتي بتاع الرؤية والمشاهدة لل4K هنا هتشوف الفيديو 4K جرب حول الفيديو دلوقتي 4K شوف جودة الفيديو هتختلف معاك ولا لا طيب 6D ممتازة 1080 زي الفل بتصور صور؟ اه بتصور صور حلوة جدا لانها فول فريم طيب عايز تعلق شوية عندك اختيار واحد اللي هو 5D Mark IV لكن فيها عيب ان الشاشة مش فليب سكرين يعني هي شاشة مسمطة ما فيش اي حركة في الشاشة خالص فانا ما نصحش بيها بصراحة اللي هيصور فيديو وقصوصا يوتيوب ما تنفعش اما تضطر انك انت تجيب لها الشاشة خارجية او تشبكها باللابتوب وده يعني ما حبزوش نيجي بعد كده بقى الميروليس الميروليس في منها الفول فريم وفي منها الكروب فريم الكروب فريم الامة خمسين كويسة لكن كروب فريم الار خمسين كويسة جدا بس كروب فريم عايز فول فريم رخيصة عندك الار بي ايه ارخص واحدة زي في الدي اس الار الارخص واحدة الفول فريم سيكس دي في الفول فريم ارخص حاجة الار بي الاعلى منها شوية الار فانا ما هنصحكش بقى بالكروب خالص لا في الدي اس الار ولا في الميروليس يعني دي اس الار خليك في الار سيكس دي لو هتصور فيديو لو في الميروليس خليك في الار بي او الار ينفعوا فيديو وينفعوا صور والسيكس دي تنفع فيديو وتنفع صور بس مش الاعلى حاجة في الصور اوكي لكن هيديكم فيديو روعة سواء السيكس دي ولا الار بي ولا الار تمام طيب ني خلينا في الصور في الصور خليك في النيكون او السوني لكن لو عايز دي اس الار سعرها معقول خليك في الدي سبعمائة وخمسين من نيكون ما تفكرش بقى انك تطلع لدي تومنمائة وخمسين لانها غالية جدا خليك في الدي سبعمائة وخمسين تقريبا ب نص او تلت قيمة الدي تومنمائة وخمسين فده بالنسبة للصور هتديك نتائج مش هتتوقع جمالها روعة كاميرا روعة طيب لو عايز بقى ميريرلس للصور فول فريم خليك في الزيت سيكس تنفع صور وتنفع فيديو بس في الفيديو ممكن تتعبك شوية شوية مش كتير في حاجات اعلى منها في الفيديو لكن في الصور زيت سيكس ممتازة والزيت سيفن ممتازة لكن الزيت سيفن كان فيها مشاكل في الفيديو الزيت سيفن مارك 2 هي الافضل من الزيت سيفن اما بالنسبة للسوني يا جماعة كمبتدئ اركنها على جنب لانه الحاجات الكويسة غالية فمش هتنفع واحد كمبتدئ الفول فريم منها غالي فمش هنتكلم عن السوني دلوقتي فاحنا كده عرفنا كمبتدئين في الكنون 250D لو DSLR تنفع فيديو صور ال 6D فول فريم تنفع فيديو صور ولكن الفيديو بتاعها 1080 ال 250 بتصور 4K لكن ال 6D بتصور 1080 بس ففول فريم احسن من الكروب فريم مع ان ال 6D اقدم كتير من ال 250 دي للصور دي 750 مش هديك اختيار تاني دي 750 افضل واحدة افضل واحدة في تصوير الصور كسعر وكجودة حاجة طوب بالنسبة للصور لو ميولك الكنون او حابب الكنون الكنون هتدي لك ال 250 صور كويسة جدا برضو ال 5D مارك 4 جميلة جدا جدا طيب طيب نيجي بقى للعدسات يا معلم العدسات انا هنا مقسمهم دول كانون دول نيكون دول سوني خلينا نتكلم على الكنون انت دلوقتي لو هتجيب كاميرا سواء كروب او فول فريم وقلنا لو جبنا عدسة 50 ميلي على كروب هتبقى 85 83 وعلى ال 6D اللي هي الفول فريم هتبقى 50 فلو انت رايح لي الكروب فريم خليك في العدسة السجما مفيش غيرها ما تدورش انت دلوقتي كمصور مبتدئ عايز عزل عايز تصور في مكان ما هوش في الشارع مثلا لو في الشارع على 50 ميلي تتحفة وعزل خرافة لكن لو في استوديو صغير وعايز فول بادي تتصور فول بادي مش هتنفعك على 50 ميلي دي سجما 18 35 18 يعني كام بعد بقري على الكروب فريم يعني 28.8 اضرب في 1.6 يعني تقريبا قريبا لل 30 ميلي كافية جدا انها هتصور لك موديل فول بادي جوه 4.5 كام عدسة غالية مخصصة ليه الكروب فريم الدي اس الار هي مخصصة للكروب فريم وتقيلة مش خفيفة اقصى فتحة فيها 1.8 على اي بعد بقري عملتها على 18 عملتها على 35 30 هي فتحة عدسة 1.8 يعني عزل جبار طيب هتصور فلوب ما تنفعش في الفلوب 30 ميلي وانت مسك الكاميرا في ايدك وشك بس اللي هيبقى باين بالعدسة دي طيب عايز عدسة الكروب روح على طول على العشرة 18 من كانون ما لهاش صوت خالص انا كنت هجيب توكينة 2.8 في عزل لكن صوتها ابن لازينة لا هتعرف صور بها لو انت حطت المايك عليها على الكاميرا ولا لو انت حطت ليفالير مايك صوت الفوكس بتاع الاوتوفوكس جبار هيبوزلك الفيديو كانون 10-18 هي الاختيار الامسل لكن عزل تقريبا مفيش لان اقصى فتحة فيها اربعة على بعد بقري 10 فعزل مفيش عزل لكن هتدي لك عشرة يعني 16 ميلي كاينك بتصور على الكروب فريم 16 ميلي فهي دي انسب واحدة وارخص واحدة طب لو بتصور لو عايز تصور طيور او ملاعب تاخد عدسة ايه هل اخد ال 75 300 بتاعت كانون فبعض الكاميرات بتطلع نتيجة زي الزفت وبعض الكاميرات ناس بتقول لك بتطلع نتيجة كويسة انا واحد من الناس اقربتها على التسعين دي كانون تسعين دي كروب فريم اديت نتيجة زي الزفت لكن جبت التامرن 70 300 اديت نتيجة خرافية بالنسبة للاشخاص لكن بالنسبة للطيور معقولة مش هقولك طب معقولة ليه؟ لان هي برضو 300 اقصى بعد بقري 300 لو داموا يقولك يا جماعة انك انت رايح تصور طيور ولا ملاعب هات من الاخر ما تنفعش دي كمان ما تنفعش انا رحت اشتريت العدسة ال 150 500 لان انا لما اشتريت دي كنت فاكر 300 دي يعني هتجيب للطير من على بعد او هعرف اصور صور خرافية زي اللي بشوفها في بنترست مثلا خالص خالص ما عاملش اي عاجم الكلام ده 300 مش بقعد بقري كبير ولما عملت كروب للصورة خلاص بكسلت معايا معنى على الكانون التسعين دي بس هيظر ان انا عملت كروب جامد عشان احاول اوصل لصورة من الصور الاحترافية اللي انا شوفتها للطيور من العدسات اللي اتركنت خلاص طموحك هيوديك للأعلى ما تقولش يلا أنا أبدأ بدي أنا بقولك من دلوقتي بعد ده مش هيرضيك مش هيرضيك كمصور طيور أو ملعب كورة ما تتخيلش أنك أنت هتروح تصور في ملعب كورة وهتكون قريب للعيبة لا لا خالص أنت هتلاقي نفسك في آخر الدنيا فهتلاقي عادسة دي مش جايبة معاك تصور احترافي خالص خالص ليه؟ عشان كده أقولك هات من الآخر عايز عادسة كويسة روح للتامرون 150 500 150 600 فيه 1400 بس مش فرق كتير عن ال300 خليك في 150 500 أو 180 500 على حسب البراند اللي أنت بتشتري منه فده كان باختصار العدسات تعالوا بقى للنيكون لو أنت انتجاهك تصوير صور وعايز عدسة نيكون إيه ده كله؟ إيه ده كله يا حاتم؟ إيه ده كله؟ أشتري إيه ولا إيه؟ ما تعملش الغلط ده خالص عدسة 90 ميلي مايكرو لو تصويرك اتجاهه مجوهرات حشرات حاجات دقيقة آه طبعا لازم مايكرو 90 ممتازة وأرخص واحدة تقريبا لأن في 105 أغلى من دي بكتير دي منكن فده بالنسبة لي ملهاش أي 30 لازمة عندي طيب الخمسين ميلي أنا بصراحة استغنت عنها ليه؟ إن أنا جبت 45 ميلي من تمرن ما بقولكش تشتري دي خالص بالعكس أنا ما بنصحكش تشتري دي هي دي جبارة رهيبة وفيها مانع احتزاز كمان لكن دي بالثلاث أو أربع أضعف سعر الخمسين ميلي بتاعتنيكن فدي أنا ما نصحش بيها خالص أنا نصح بالخمسين ميلي هيئة الخمسين ميلي رخيصة 1.8 هتنفعك جدا في تصويرك لو أنت تصويرك بورتري أو أشخاص خمسين ميلي ممتازة لو لنكن الـ DSLR الـ D750 الفول فريم أوكي؟ عايز بقى ملكة البورتري اللي هي الـ 85 دي ملكة البورتري وعزل خرافي مش فارق معك العزل لكن عايز عدس تمشي معك كل حاجة 24.70 أقصى فتحة 2.8 ما تقارنش عزلها بالعزل 1.8 أبدا أبدا مش قولك فرق بسيط لا فرق كبير جدا ما بين الـ 1.8 والـ 2.8 أوكي؟ إن شاء الله بس تكونوا استفدتوا من الفيديو ومتشتتوش نفسكم عندكم استفسارات يا مبتدئين اسألوني مش هبخل عليكم في إجابة محدش يروح يشتري كاميرا ولا عدسة وهو مش مرتاح من جواه انت عايز عزل يبقى فتحة عدسة 1.8 يعني يوم ما تقول يعني استغنى شوي عن العزل 2.8 ما تطلعش عن كده فاللي بيسألني إيه رأيك في سبعين ميتين فتحة 4 قلت له لأ خالص ما تجيبهاش ما تصرفش فلوسك في أي عدسة F4 ما تصرفش فلوسك فيها متحطش فلوسك فيها وحشة؟ لا مش وحشة لكن لا تنفعت في التصوير بالليل أو في تصوير في جو خلاص مغيم شوية في الجولدن آرز بالليل يعني قبل الليل ما يدخل ما تنفعش الفجر ما تنفعش هي 4 فتحة عدسة 4 حرام فيها الفلوس 2.8 أو 1.8 أو 1.4 دا استثمار روعة أوكي؟ إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش دعمي بلايك ولو عندكم استفصالات رجاء اللي اعرفونها على اليوتيوب أو إنستجرام أو فيسبوك حساباتي كلها في أسفل الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته